مرحبا مشاهدينا مع تقييم الحلقة الأولى من مسلسل الهارب بطولة إنجين أكيوريك ويرام هلواجي أولو في قصة تبدأ مع المصور محمد اللي بيحس بإحباط كبير من بعد ما رجع من مهمة صعبة جدا لكن الله أعلم كيف بتتغير الأحوال معه وبينقلب حاله من مراسل صحفي حربي لصحفي أخبار المشاهير القصة هي من كتابة الممثل إنجين أكيوريك وبمساعدة علي دوان شاي كحلقة أولى الصراحة كانت أقل من المتوسط لا هي بداية مميزة ولا هي سيئة جدا ليش؟ لأنهم حرقوا علينا جزء من أحداث المسلسل كله مو بس حرق لأحداث الحلقة الأولى طيب بالله عليكم مو هذا اللي عملوه غلط فمثلا من عنوان الحلقة الأولى وهو بلا عودة هون المشاهد بيبدأ يقول بنفسه أوه لا خلاص راحت عليهم أكيد ما رح يقدروا يرجعوا لحياتهم زي أول من بعد ما خاطروا لكن على طول بيطلع إنجين أو شخصية محمد بمشهد من الحاضر من بعد ما رجع لتركيا وكان بتمسخل على حاله وعلى اللي صار معه وكيف كان من مراسل حربي وهلأ صار صحفي ببرادزي بلاحق المشاهير الصراحة هاي النقطة خربت سينانيو الحلقة الأولى لكن بنفس الوقت ما بينفع أحكم حكم نهائي على كل المسلسل من الحلقة الأولى لأنها هي بس مجرد البداية ونظام مسلسلات الإنترنت مختلف كليا عن نظام مسلسلات التلفزيون يعني الله أعلى ممكن ممكن يكون في أشياء أكتر بتنتظرنا في الأحداث بس بنفس الوقت لا ترفعوا سقف التوقعات وفي شي ما عجبني أبدا بالسيناريو الحواري وعيب عليهم وتعتبر إلة أدب وهو في أحد المشاهد محمد بقول لزينب ترى إحنا رايحيا للشرق الأوسط مو لأوروبا آه عفوا من الغلط أنك تعمم صورة الدمار على كل الشرق الأوسط أنا قلت يلا ممكن غلطانيا إن كتب هيك لهذا المشهد على السريع من دون نية سيئة لكن لما يصوروا مكان مدمر على أساس إنها صورة العرب وبعدها على طول يكون المشهد التالي هو صورة لبلد تاني هو معنى التقدم والتطور لا هيك واضحة والله يعيب هلأ بني جي مع المسلسل من الناحية الانتاجية يا ساتر على كمية المصائب اللي عملها الشخص المسؤول عن تعديل ألوان صور المشاهد أنا متأكد إنه تقريبا عمل نسبة الكنتراست أو التباين بنسبة 60% المسلسل مضلم يلا تشوف وجوههم أو وجوه الممثلين بتقول بنفسك يلا الحمد لله لما يجي يصوروا مشهد بالشمس بكونوا ها بينيا ولا تفكروا بكلامي إنه الصورة ظلمة بلا إضاءة يعني شبه المسلسلات الأجنبية لا أضرب وأسوأ كمان حتى وانا بشوه فرفعت إضاءة الشاشة على الآخر عشان أعرف إيش بصير قدامي الإخراج كان ممتاز لكن يسلم المسؤول عن تعديل الألوان خرب كل شغل المخرج والموسيقى التصورية بسيطة ما فيها أي إبداع ما فيها أي تنوع اعتمادهم كان على لحن أو لحنين والمفروض يكون يعني بالعكس يعني أتوقع الأغلب بيعرف هذا الشيء إنه الموسيقى التصورية في المسلسلات التركية بأنواعها بتكون الموسيقى فيها شيء مرتب لكن مع مسلسل هارب كسروا القاعدة تمثيل إنجين وإيرام طبعا ممتاز لكن كحلقة أولى إيرام ما أخذت حقها بالمشاهد بشكل كافي وكونها البطلة وحتى لو إنها الحلقة الأولى كان لازم يكون لها ظهور أكتر بالحلقة وبمشاهد مهمة مبسيطة بالنهاية تقييم الحلقة الأولى أربعة من عشرة واحتمال كبير وارد أني ما أكمل مسلسل ترجمة نانسي قنقر